في العالم وبمناطق منعزلة هناك الكثير من العائلات والقبائل يمتلكون قصص حياتية غريبة الحكاية اليوم عن نساء قبيلة الهنبا في الشمال الغربي لدولة نامبيا هنا مجموعة من النساء يعيشن على الأطلال ولا يعرفن شيء عن الملابس والموضة والأزياء كل ما عليهن هو تربية الأطفال وتحضير الطعام وتنفيذ قرارات الأزواق من دون مناقشة أو تفكير يستيقظن في الصباح تحت أشعة الشمس الحارقة ليبدأن رحلة بحثهن عن الطعام وحريب الأبقار ورعي الأغنام والماعز يهتمن بأكسادهن وشعورهن فيحرصن على تصنيع كريم المغر الأحمر الذي عبارى عن تقطيع حجر الهيماتيت إلى قطع صغيرة وخلطه مع الزبد وتسخينه قليلا باستخدام الدخان ووضعه على الجلد والشعر ترجع هذه العادة إلى شيوخ القبيلة الذين حاولوا من خلالها وضع كريم المغر الأحمر للتفرقة بين الرجال والنساء يتميز النساء هناك بتسريح شعرهن فهي عبارة عن ضفيرة تختلف على حسب أعمارهن وشكلهن يهتمن بارتداء عظام الحيوانات في رقابتهن كنوع من أنواع الحلية يرفضن استخدام الماء في الاستحمام ولا يارتدن ملابس فالقبيلة تحتفظ بمصطلح البدائية لذا فالملابس لا تعني لهن الكثير ولا تستر أكسادهن سوى طنور صغيرة من جلد الأبقار ويبقى النصف العلوي مكشوفا ليتناسب مع الأجواء الحرة بالقبيلة التي يقتنن فيها